كما وجه رئيسه مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العالمين الجديدة وخلال لقائه وزير طيران المدني أكد للوزير العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجد بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع طيران المدني وذلك من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية كما أكد أن الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72 مليون ومائتي ألف راكب سنويا بنهاية عام 2025